ان شاء الله عن section 5 اللي هي domain name system اللي اختصارها dns dns هو برعن اختصار الى domain name system ايش هو احنا قلنا قبل ذكرون في ال IP يوم شرحنا ال IP هنا في section 2 شرحنا في section 2 تكلمنا عن ال IP protocol اللي هو اللي هو الانترنت protocol اللي هو ال IP وقلت لكم ان ال IP اللي هو الانترنت protocol ذكرون قلنا ايش قلنا في الانترنت protocol ان انا رح يكون عندي مجموعة من الاجهزة قلنا ان ال IP عبارة عن ارقام تخيلوا عندي الكمبيوتر الاول هذا هو ال IP address小さ الكمبيوتر الثاني IP address غير الكمبيوتر الثالث IP address غير الارضрей IP address غير فاحنا قلنا ان الكمبيوتر وكل جهاز رح يكون عندي ال IP address خاص فيه ايش هو ال IP هو عنوان اللي رح يمكنني أني اوصل لهذا الجهاز وقلنا الـ IP رح يكون عنوان عبارة عن أرقام فلو أنا عندي هنا أنا اليوزر لو اليوزر يبغي يرسل لهذا الجهاز رح يستخدم الـ IP حقه لو أبغى أرسل لهذا الجهاز رح أستخدم الـ IP حقه لو هذا أستخدم الـ IP حقه لو هذا أستخدم الـ IP حقه فتخيلوا لو أنا عندي مثلا مثلحي أنا أبغى أرسل لهذا الجهاز هل سهل أن يتذكر رقم الجهاز؟ لا طبعا صعب ليش؟ لأن الـ IP عبارة عن أرقام و العقل للبشري أو البشر صعب أنهم يذكرون أرقام يعني صعب تذكرون أرقام فأحنا قلنا أن كل جهاز سيكون عندها IP address كل جهاز سيكون عنده معرف ٠٪IN فالبشر صعب أنهم يذكرون أرقام فصعب على البشر أنهم يذكرون الأرقام لكل جهاز لو أبي أرسله مثلا لو أرسل هذا الجهاز لازم أذكر رقم حقي لو أرسل هذا الجهاز لازم أذكر رقم حقي تخيلوا أنا عندي مثلا ملية جهاز هل راح أذكر مئة رقم؟ صعب أن أنا أحفظ أرقام العقل البشري ما يقدر أنه يحفظ أرقام خصوصا أن الأرقام راح تكون بينها بوينت وكذا حوسة فقاموا اكتشفوا أنه الـ IP طريقة مش كويسة ليش مش كويسة؟ لأنها عبارة عن أرقام وأنا صعب أنه كل ما بغيت أرسل جهاز لازم أذكر رقم حقي العقل البشري صعب أنه يذكر أرقام فقاموا بدلوا الـ IP بشي جديد اسمه DNS الـ DNS هو برعاً دومين نيم سيستم إيش اللي يفرق الـ DNS عن الـ IP من اسمها دومين نيم يعني حنا بدلنا الأرقام بالأسماء يعني أول الـ IP وشو؟ الـ IP عبارة عن أدرس لكل كمبيوتر ولكن هذا الأدرس عبارة عن أرقام والعقل البشري صعب يذكر رقم لو أبغى أرسل هذا الجهاز لازم أذكر رقم حقي فقالوا لا خاص ما نبغى IP راح نبدل IP بالـ DNS اللي هو برعاً دومين نيم سيستم الـ IP عبارة عن أرقام عنوان عبارة عن رقم ولكن الـ DNS عبارة عن حروف يعني مثلاً قاموا خلاص قالوا هذا الجهاز ما نبغى نحط لها رقم ما نبغى نحط لها IP بنحط لها DNS DNS اسماء يعني خاص هنا فيسبوك مثلاً هنا مثلاً تويتر هنا استيجرام فبدلوا الأرقام بالحروف فمثلاً لو أنا أبغى أوصل لهذا الجهاز أحط عليه اسم هنا جهاز نوف مثلاً هنا جهاز مثلاً ريم جهاز حصة جهاز سارة فأذكر أسماء أسهل من تذكر أرقام العقل بشري يقدر تذكر أسماء بس صعب أن يذكر أرقام فالـ Domain Name System عبارة عن إيش عبارة عن إيش عبارة عن سيرفرات Domain Name System عبارة عن مجموعة من السيرفرات لما يجي العميل ويطلب موقع مثلاً أبغى أطلب موقع تويتر ولأبغى أطلب موقع الإستيجرام ولأبغى أطلب موقع مثلاً فيسبوك بدل ما أني أحط رقم الموقع وصعب أني أذكر أن كل الموقع عش رقم حقه بدل ما أطلب الـ IP يصير أطلب الـ DNS اللي هو Domain Name System زي إحنا حالياً في الزمن الحالي الكل يستخدم Domain Name System الآن أنت لما تفتحين جوجل أو تفتحين مثلاً مستعرض الإنترنت مثلاً سفاري أو جوجل كروم أو مثلاً مودريلا أو أي متصفح إنترنت أنا لو أبغى أروح لـ تويتر شو سأفعل أكتب تويتر رح أودين على تويتر لو أبغى أروح لـ Facebook أكتب Facebook أودين على Facebook لو أبغى أروح للإنستيجرام أكتب إنستيجرام ورح يودين على الإستيجرام فإحنا حالياً نتعامل مع الأسماء والعاقل البشري يذكر أسماء بس صعب أن يذكر أرقام تخيلوا أول من زمان ما كان عندهم أسماء ما كان عندهم Domain Name System أول من زمان قبل ألاف سنوات كنت لما أبغى أروح مثلاً فيسبوك أكتب 1-1-1.246. تخيلوا إن كل موقع له IP يعني تخيلوا إن كل موقع له رقم وأنا أحفظ هذا الرقم مرة صعب مثلاً لو أبغى أروح تويتر أحط الرقم حقه ما أكتب تويتر لما أبغى فيسبوك أحط الرقم حق الفيسبوك ما أكتب فيسبوك إذا بغيت مثلاً إستيجرام أحط الرقم حق الإستيجرام اللي هو IP Address حقه ما أحط إستيجرام فكما مرة صعب العاقل البشري ما يقدر لنا يحفظ أرقام كل موقع ما يقدر يحفظ كل موقع عشر رقم حقه صعب الواحد يحفظ أرقام فقاموا وقالوا شكراً ما نبغى الـ IP Address راح نبدله بالـ Domain Name System اللي هو الـ DNS الـ DNS فكرتها أنه ما يحط أرقام يحط حروف مثلاً بدل ما أكتب أنا أنه ترى الرقم الفلاني اللي هو 1.2.1 وشو حق تويتر لا أكتب كلمة تويتر تويتر وديع عن تويتر إنستيجرام وديع عن إستيجرام فيسبوك وديع عن فيسبوك فالـ Domain Name System عبارة عن مجموعة من السيربرات بحيث لما يجي العميل يطلب أي موقع مثلاً يبغى تويتر يكتب كلمة تويتر يكتب الـ DNS DNS يعني Name بدل ما يطلب الـ IP Address فهذه الفكرة طبعاً كيف تشتغل لالية هذه الفكرة ببنات أنه أنا عندي مثلاً هنا يوزر هذا هو العميل مثلاً مثلاً تخيله أن العميل يبغى مثلاً موقع الفيسبوك أنا عندي عميل هذا اليوزر اليوزر حاب أنه يدخل فيسبوك فش يسوي يكتب في كلمة فيسبوك أكتب كلمة فيسبوك سهل لما أكتب فيسبوك أنا أتعامل مع DNS اللي هو Name الـ DNS أنا كعميل أنا كيوزر بس كتبت كلمة فيسبوك يعني كتبت حروف كتبت حروف اللي هي فيسبوك اللي يبغى عن DNS Domain Names System لما DNS هو راح يطلع لي هو راح يطلع لي الـ IP Address حق هذا الموقع و راح يوديني له يعني الـ user ما بحاجة يكتب الـ IP Address ما يحتاجه يكتب الـ Gun يكتب بس الاسم وبعدين الـ DNS راح يطلع الـ IP حق هذا الاسم يعني Domain Name System سهل لي الموضوع أكثر فقالك أنه Domain Name System قالك أنه الـ IP Address may be human begin do not enjoy having to recall long string of number يقولك زي ما حكينا أنه بالنسبة الـ IP Address هل هو شيء كويس؟ لا طبعا الـ IP Address ليش؟ لأنه البشر لا يتمتعون و هما يذكرون أرقام البشر ما يستمتعون و ما يتمتعون لما هما يذكرون أرقام صعب عليهم تذكر أرقام فراحوا بدلوها يعني بدلنا instead of يعني بدل ما يكون عندنا IP Address بدلنا بإيش؟ بدلنا الـ IP Address بالـ Domain Name System اللي هو اختصر إلى DNS فأنا مثلاً عندنا احنا بالحياة الواقعية عندنا الكثير من المواقع الإلكترونية عدد المواقع الإلكترونية حالياً بالمليارات فصعب أن يحفظ كل موقع إيش الـ IP Address حقه أو إيش الرقم حق هذا الموقع عشان كذا أنا محتاجة إلى Domain Name System اللي هو الـ DNS اللي بدلي الأرقام بالحروف فبدل ما أنه البشر يحفظون الـ IP Address اللي هو عنوي الأرقام لكل موقع وإحنا قلنا أرقام كثيرة فصعب جداً أن أحفظ أرقام أنا كبشر صعب أن أحفظ أرقام فبدلناها بالـ Domain Name System اللي هو الـ DNS لأن تتذكر الحروف أسهل من تتذكر أرقام مثلاً هنا أضعك مثال بسيط هنا عندي اليوزر اليوزر مثلاً يبغي يروح الموقع اسمه FunWeb حط هنا اسم الموقع لاحظوا أن اليوزر كتب اسم الموقع اسم name اللي هو الـ Domain Name System ما كتب أرقام بعدين راح الاسم على السيرفر اللي هو الـ Domain Name System الـ Domain Name System اللي هو الـ DNS يستقبل إيش؟ يستقبل حروف من اليوزر بعدين اليوزر راح يكتب حروف مثلاً فيسبوك، تويتر، إستجرام أكتب حروف، ما أكتب أرقام من العقل البشري يتذكر حروف أكتب الحرف، أكتب اسم الموقع اسم الموقع راح يروح للـ Domain Name System الـ Domain Name System راح يستقبل اسم من اليوزر و راح يطلع الـ IP Address حق هذا الموقع مثلاً أبغى فيسبوك، أكتب فيسبوك فيسبوك، الكلمة هذه راح تروح للـ Domain Name System الـ Domain Name System مسؤول لأنه راح يطلع الـ IP Address حق هذا الاسم اللي أنا أسألته فسألتكم سؤال بسيط و قلت لكم بنات الـ Domain Name System اللي هو الـ DNS أي شي يتخلى كـ Input و أي شي يطلع منه كـ Output يعني أي شي يتخلى و أي شي يطلع منه الـ Domain Name System راح يستقبل حروف أسماء و راح يطلع IP اللي هي أرقام يعني مثلاً باختصار الـ User راح يدخل اسم الموقع اسم، name مثلاً فيسبوك، تويتر، مثلاً إستجرام و الـ Domain Name System راح يطلع الـ IP اللي هو أرقام لحق هذا الموقع مثلاً الـ User يبغى فيسبوك فالـ User راح يكتب كلمة فيسبوك و راح تدخل كلمة فيسبوك على الـ Domain Name System الـ Domain Name System وضيفته أي شي يطلع الـ IP Address حق الفيسبوك يعني يطلع الأرقام الـ IP اللي هو الرقم الفيسبوك وبعدين لما يطلع الأرسله معي دوين Name System دخل له اسم وطلع الـ IP اللي هو هذا الـ IP Address اللي هو أرقام طلع الـ IP حق هذا الموقع لما طلعه أرسله المين؟ أرسله للـ Browser اللي هو Web Server قام في معالجة هذا الـ IP وطلع الصفحة المطلوبة خدت الـ IP Address عرفت إيش عنوان الصفحة راح أطلع لك الصفحة بعد ما خدت الـ IP Address بعد ما خدت عنوان الصفحة راح أعرض لك الصفحة يا يوزر فالختصار الأليك التالي مثلاً خلنا نقول فيسبوك أسهل الـ User كتب كبرة فيسبوك فيسبوك تخلت عند الـ Domain Name Server الـ Domain Name Server وقد نطلع الـ IP Address حق الفيسبوك الـ IP Address حق الفيسبوك اللي هو أرقام دخل على الـ Web Server دخل على الـ Web Server الـ Web Server بعد ما جاء العنوان حق الصفحة اللي هي الفيسبوك خاص راح الأحين جاء العنوان جاء العنوان الصفحة اللي هي الفيسبوك جاء العنوان الـ IP Address حقها الآن أقدر أطلع لي كصفحة فقام عرض الصفحة حق الفيسبوك في البراوزر في المستعرض وشافها الـ User أوكي فبهنات إذا بغاكم تعرفون بالنسبة للـ Domain الـ Domain Name System راح يتخلى حروف أسماء الموقع ورح يطلع منا الـ IP Address اللي هو الأرقام حق هذه الموقع طب ناخذ الآن الـ Domain Levels اللي هي مستويات الـ Domain الـ Domain عنده مجموعة من الـ Levels أو مجموعة من المستويات كم عنده من المستوى؟ عنده أربعة Level أوكي نبدأ الآن بالـ Levels الـ Top Level أول Level معانا اللي هو Top اللي هو الأعلى اللي هو Top Level Domain اللي هو TLD اللي هو وين؟ اللي هو آخر قسم لاحظوا معا عندي موقع هنا هذا موقع الموقع اسمه serverone.funweb.com طيب القسم الأخير مثلاً القسم الأخير يسمى Top Level Domain طيب هذا هو Top Level طيب الـ Second Level اللي هو هنا هذا القسم هذا المكان يسمى الـ Second Level Domain اللي هو SLD طيب هذا المكان الـ Second Level Domain اللي هو SLD طيب هذا المكان الـ SR هنا الـ Top Level هنا الـ Second هنا الـ Third طبعاً بالنسبة للـ Level الرابع اللي هو هذا المكان هذا مو إجباري هذا اختياري بعض الناس يكون عندهم بعض الناس ما يكون عندهم بس دول ثلاثة أي موقع عنده هذه الأقسم ثلاثة أما هذا يعني مو كل مواقع عندهم اذا كان الموقع عنده server راح يكون عنده هذا القسم اذا ما عنده server ما راح يكون عنده Fourth Level أوكي فأول قسم معانا أول واحد اللي هو Top Level Domain اللي هو TLD اللي هو هذا COM أوكي بعدين عندنا Second Level Domain اللي هو SLD اللي هو هذا غالباً هذا المكان يكون في اسم الموقع مثلاً فيسبوك تويتر انستجرام هنا يكون اسم الموقع أوكي طيب بعدين اللي هو Third Level Domain اللي هو هذا اللي هو راح يكون Third Level Domain اللي هو عند WW أوكي وال Fourth Level اللي هو آخر اللي معانا اللي هو مدعم موجود إذ كان الموقع المواقع العديدة ما فيها server بس المواقع اللي فيها server يكون فيها Fourth Level هنا راح يكون اسم server ولاحظوا ان الموضوع كيف انه هنا عندنا الموست general هنا الأكثر عمومية وكل منزلنا تحت صار الموضوع أكثر خصوصية يعني مثلاً هنا شيء مرة عام هنا أقل عمومية أقل عمومية شيء مرة خاص فهذه أكثر شيء عام هذي أقل هذي أقل هذي أقل مرة اوكي طبعاً لاحظوا ان كل واحدة تتفرع يعني لاحظوا معاني هنا مثلاً هنا كان عام مرة هنا تخصصنا زيادة تخصصنا هنا ما عندنا في أي تفرع طب نشوف الاكسترا حق حق سكشن 5 نتكلم عن أنواع TLD مهمة جداً بنات شوفوا أنواع TLD محنا قلنا قبل وخذنا انه أنا عندي اللي هو TLD وينها؟ اللي هو هذا TLD هذا هو TLD وهذا هو TLD اللي هو top-level domain اللي هو هذا TLD اللي هو هذا القسم هذا القسم لها أنواع 明白 ؟ hablar TLD اللي هي top-level domain عنده 3 نواع المنニهاyah النواع الاول أنسميه generic top-level domain generic top-level domain top-level domain هو TLD يعني أنا مرتكلم عن مين؟ بالتكلم عن هذا القسم اللي هوทد تي ألدي عنده 3 أنواع عندنا G TLD وعندنا C C TLD وعندنا .4 ال G TLD بنسمها G يعني G جاي من generic يعني عام طيب فالTLD وشي عرفنا TLD يعني top level domain ال G يعني generic فال G TLD اختصر الى generic top level domain ال generic top level domain تنقسم إذا تقسام القسم الاول اللي يكون خاص يعني بزي منقول اللي هي لازميها unrestricted اللي هي مثلا زي .com .org .net .info فلما يكون بالأخير عندي أنا هنا مثلا .com ولا مثلا .info .net .org معناتها أنه تكون خاصة يعني زي ما نقول شركات .info يعني أعرف أنه لما يكون الموقع منتهي ب .info أعرف أنه هذا موقع خاص بالمعلومات .net يعني موقع الويب .org يعني organization وهذا تبع منظمة معينة organization معينة .com هذا أغلب المواقع التجارية أوكي في بعد عندنا .form .website .dev كلهم يعني .dev .website .form .info .net .org .com كلهم يصنفون على أنهم unrestricted أوكي وكلهم يصنفون على أنهم unrestricted وتبع مين؟ تبع generic top level domain GLTLD أوكي النوع الثاني اللي هو sponsor 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 اللي هما sponsor اللي هما برعاية برعاية أحد معين من الأمثلة على sponsor اللي هما .gov .edu .mail .eru طبعا .gov هي government اختصار إلى government يعني أنا لما أشوف موقع منتهي بgov أعرف أنه تبع government تبع حكومة معينة لما أشوف موقع منتهي ب edu وكثير نحن نشوفها معنات أعرف أنه education edu اختصار edu education تعليم أعرف أنه موقع تعليمي لما أشوف الموقع منتهي بmail أعرف أنه موقع تبع e-mail وهنا عندنا a-e-r-o هيا سراحة ما مشهورة مرة عندنا النوع الثالثة اللي هو new new اللي هو تبع يكون يعني business معين أو أشياء معينة عندنا مثلا زي .buy.news.bisa.london هذه كلها new فبس اعرفوا أنه القسم الأخير اللي هو TLD اللي هو top level domain ينقسم إلى ثلاث قسام إما يكون generic top level domain أو country code top level domain اللي هي cctld أو أربع اعرفوا أنه generic top level domain تنقسم إلى ثلاث قسام إما تكون unrestricted أو تكون sponsored أو تكون new وكل واحدة ومثلة حقا تماما أجيكم تروني فوضة اختيار راح يلخبطونكم فيها .com هل هي sponsored لا هي بارة عن unrestricted مثلا .com عبارة عن country code لا هي بارة عن generic top level domain اعرفوا أنه كل ذالي عبارة عن generic top level domain وكل واحد حقا ايش القسم الثاني عندنا اللي هو country code top level domain من اسمها country code يعني هو مفتاح الدولة أوكي مفتاح الدولة أوكي اللي هو country code top level domain هي بارة عن cctld هنا يكون الموقع منتهي بمفتاح دولة معينة مثلا لما شوف موقع منتهي ب.sa اعرف انه الموقع حال سعودي تبع المنوك العبية السعودية .com يعني تبع منطقة معينة uk يعني الولايات المتحدة tv مدينة معينة ايضا qa مدينة معينة ph مدينة معينة فهذه كلها مفاتيح دول أوكي فهنا عندنا مفاتيح لما شوف موقع منتهي ب.sa اعرفنا سعودية فعشان كي سميناهم country code اخر واحدة اللي هي اربة اللي هي والشي طبعا الاربة هي تستخدم عكس domain name system طبعا احنا اخذناها دكران domain name system اللي هو dns الاربة هي تستخدم كمعكوس كأنها عكس dns عكس domain name system كيف عكس احنا قلنا دكران قبل قلنا الكلام قلنا انو dns اللي هو domain name system رح يدخل جوائي رح يدخله اسم اسم الموقع ورح يطلع ib اللي هو رقم هذا الموقع يعني dns رح يدخل الاسم كinput ورح يطلع ib الرقم حق هذا الاسم اوكي او حق هذا الموقع فالdns كinput رح يدخل اسم الموقع وكoutput رح يطلع ib لرقم هذا الموقع ولكن الاربة عكس عكس الاربة هي عكس مهمة رفوص الاربة هي عكس dns كيف عكسها يعني عكس هذا جميعos بأنه سريد التحديد من Orpub وهو من المواقع هو الفيسبوك عكس بعض يعني هذا رح يدخل الاسم و رح يطلع الاسم هذا لا رح يدخل الاسم و رح يطلع الاسم فيقولك انه الاربة تعتبر هي عكس الـ DNS كيف عكسها الاربة رح تلقى الـ domain او رح تلقى الصفحة المطلوبة من خلال الـ IP Address احنا قلنا بالـ domain name system اسمه name فانا رح احصل على الموقع من اسمه بس الاربة لا رح احصل على domain من الـ IP Address وليس من اسمه طيب نتكلم عن الـ name registration يعني هنا رح اصوي رجستر او رح اصوي ريجستر ريشن للموقع يعني مثلا انا الان ابغى اصوي موقع معين اوكي ابغى احجز اسم الموقعي فرح اصوي موقع معين ابغى احط له اسم فمو اي احد على كيف يحط يسوي موقع ويحط الاسم على كيف لا اي وحدة تبغى تحط اسم لموقعها لازم تروح يحط له الشركة هذه اللي اسمها domain name register وتحجز اسم للموقع عها يعني ما اي انسان تروح تفتح لها موقع على كيف او وتحط لها اسم على كيف لا ما في احد يحط اسم على كيف على الموقع حتى موقعك حتى مو موقع ملكك مو علي كيف تتحطين الاسم اي احد يبغى يحط اسم للموقع حقه لازم يروح للشركة اللي اسمها او لمنظمة اللي اسمها domain name register اوكي ويحجز اسم يعني يحجز اسم للموقع حقه اوكي فأنا عندي منظمة عندي organization عندي منظمة او عندي منظمة او شركة اسمها domain name register هذه المنظمة او هذه الشركة اللي اسمها domain name register هي مسؤولة عن ادارة اوكي وحجز وتسجيل اسماء المواقع اسماء domain فلو انا ابغى اصوي موقع الالكتروني وابغى اعطيه اسم معين اوكي لازم اروح لهذه المنظمة اللي اسمها domain name register واحجز اسم الموقع اللي ابغى احطه لي اوكي يعني راح اروح لهذه الشركة واقولهم انا ابغى موقع مثلا يكون اسمها شروح اوكي فادفع لهم مبلغ معين هم راح يحجزون لي هذا الاسم الاسم شروح يحطونا بالموقع حقي اوكي فنحط لكم هي شارح طيب يقولك هنا طبعا بعد ما احجز اسم الموقع حقي عن طريقة شركة هذه اللي هي domain name register انا راح اكون مخيرة هل الموقع حقك تبغينا يكون ال top level domain حقها اللي هو هذا اللي اخذناه قبل ذكرون هذا هو top level domain هل تبغين ال top level domain حقك يكون GLTLD ولا تبغينا cctLD احنا اخذنا ذكرون عندي نوعين عندي GTLD وعننا cctLD هل تبغين ال top level domain يكون GTLD وتبغينا cctLD اذا انا ابغى GTLD معنى انا ابغى عام جنرك احنا قلنا جي يعني جنرك اذا والله ابغى cctLD يعني ابغى country code يعني ابغى يكون منتهي برقم الدولة انا عدلي الخيار ابغى والله موقع حقي يكون منتهي برقم بمفتاح الدولة ولا يكون عام احنا قلنا قبل انه ذكرون بنات انواع مهمة توقع يجيك مع فراغات عددي انواع ال tld نوعين gtld و cctld gtld اللي هو generic يعني عام يعني مثلا يكون .com.org.net.info.mail.edu.gov كل هذي امثلة على gtld cctld يكون مفتاح الدولة اللي هي country code يكون منتهي بمفتاح الدولة فانا للخيار تبغينا تبغينا ولا generic gtld وتبغينا country code يهو cctld فبس يعني كده نكون خلصنا من section 5 ان شاء الله محاضرة القلب وناخذ section 6